يسعدني أنا صادف مباشرة في الاستوديو الخبير في الاقتصاد الاجتماعي عبدالعزيز الروماني أستاذ مرحبا بك مرحبا أستاذ حزين طيب لماذا أثيوبيا دكتور عبدالعزيز يعني ما هي مميزات هذا البلد وما الذي يمكن أن يستفيد منه المغرب من خلال هذه السيارة أولا هو عاصمة الاتحاد الفريقي وهذا سفهمون جيدا وتعرفونه جيدا لكن الأهم من هذا أن أثيوبيا علاقتها مع المغرب في الفترة الأخيرة كانت تتحسن تدريجيا وبشكل مضطرد فتحت سفرتها في سنة 2015 كانها اعتبر من لدنها هذا الحدث نقلة نوعية وتاريخية للعلاقات المغربية الأثيوبية لكن انتبه معي الأستاذ حسان أن هذه الزيارة تأتي بعد العناية الكبيرة التي أولاها المغرب للدول الإفريقية بفضل حضوره المتميز في إفريقيا جسد هذا الحضور بعد كوباندو بتنظيمه للقمة المصغرة الإفريقية الهامة جدا والتي حضرتها شخصية وازنة جدا إتيوبيا أيضا هي دولة كما تعلم فلاحية تعتمد 75% من اليد العاملة عندها في مجال الفلاحي 42% من الدخل ديالهارة من الفلاحة يعني إلى 82% من ناتج الخام لكنها دولة تعاني كثيرا من الأزمات بالخصوص المناخية ونحن نسير مباشرة بعد كوباندو المنعقد في مراكش مشاكل أخرى تعاني منها إتيوبيا هي شبيهة بالدول الأخرى التي تعاني معها نحن نسير إذن إتيوبيا نسير في إطار المشروع ديال الشراكة جنوب جنوب في إطار خيال استراتيجي الذي أخذه المغرب على نفسه وخاصة العاهل المغربي مالك المغرب أخذ على نفسه أن تنمية إفريقيا وتوحيد الجهود المغربية الإفريقية من أجل خلق هذه التنمية ومن أجل فكي يعني نبدي رواسب الماضي وخاصة رواسب الاستعمارية ومن أجل أن تكون لإفريقيا التقى في نفسها وأن تعتمد على طاقاتها ومؤهلتها هذا هو معنى زيارة الملكية الإتيوبيا يعني المغرب وشركاؤه الأفارقة يحرصون على مشروع تنموي إنجاز مشروع تنموي يعني أي مستقبل لهذا المشروع التنموي دكتور عبدالعزيز هذا المشروع انطلق بشكل ثابت وأبدأ له العاهل المغربي الملك محمد السادس اهتمام كبير منذ القمة الإفريقية في مصر أنا كان أهضر عليه سنة 2000 يعني فقط شهور فقط بعد اعتلاء جلالته للعرش العلوي المجيد إذن شهور فقط ميز هذا الاهتمام وهذا التوجه وادي الرؤية وادي السياسة وادي استراتيجية الحدث الكبير الذي هو إعلان المغرب يعني إعفاء الدول الإفريقية المتضررة والأشد فقرا من ديونها المستحقة على المغرب بعد ذلك توجه المغرب نحو مبادرات اقتصادية هامة مثلا تشجيع يعني إعفاء مثلا الجمركي بالنسبة للدول لصادرات هذه الدول إلى المغرب وهذا شيء هام ثم بعد ذلك انطلق المشروع التنموي والنموذج التنموي الهام الذي يسير نحو تنمية جنوب جنوب والذي تميز بمنجزة هامة جدا إن عن المستوى الاقتصادي إن عن المستوى الاجتماعي إن عن المستوى التكنولوجي والمعرفي والطربوي وغير ذلك هذه الحصيلة الهامة جدا تعطي وتؤكد أن هذا المشروع يعني يرتكز على توابط يعني سليمة وصحيحة إذن فمستقبله مضمون يمكن أن نتحدث أن البعد وأن الهدف المغربي سيتحقق حينما تصبح إفريقيا الشريك الأول أو الثاني لنقول لا للمغرب في مستوى المبادلات سواء كان تجاري أو اقتصادي أو استثماري أو غير ذلك شكرا على كل هذه الإضاءات القيمة